السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد مزنى مع قناة التفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام جئتكم اليوم بهدية هذه الهدية عبارة عن دعاء يحميك من العكوسات في حياتك بسبب العين والحسد نحن متفقون وذكرناها قديما إن الإنسان حلو بيطلق بط وذكرنا الأعراض وإلى آخر كل هذه فيديوهات ارجع لها إن شئت فقد يحدث لك عكوسات في الحياة إن ما فيش أمر بيتم وإن الحاجة تعتبر من الممكن أن أنت تكون شايفها سهلة وما بتمشيش وطبعا ده بسبب العين والحسد هناك دعاء وردنا عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء سبحان الله العظيم من أجمل الأدعية في السنة هذا الدعاء موجود عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وصحّحه الإمام الألباني عليه رحمة الله هذا الدعاء حينما يكون هناك شخص يحسدك وأنت تعرفه من الممكن أن تسميه في الدعاء يعني تذكر اسمه لو أنت تأكدت إن فيه شخص معين أنت تعرفه هو الذي حسدك هو الذي عينك اذكر اسمه في الدعاء وسأذكر لك أين يقع اسمه في الدعاء ومتى تقول اسمه في الدعاء وهذا الدعاء ينبغي أن تحافظ عليه صباحا ومساء دعاء مش هيكلفك حاجة دعاء مش هياخذ منك أكثر من عشر ثواني يحفظك من شر أي عين أو حسد من أي شخص سواء تعرفه أو لا تعرفه ماذا نقول؟ قل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل لي جارا من فلان ابن فلان وسميه لو تعرفه وأحزابه من خلائقك يا رب العالمين أن يفرط علي أحد منهم أو يضغى علي جارك اللهم جل ثناؤك وعز جارك ولا إله إلا أنت سبحانك يا رب العالمين هذا الدعاء يحميك من العكوسات في حياتك هذا الدعاء يحميك من شر العين والحسد إن شاء الله تبارك وتعالى ثقة في الله سبحانه وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته